بالنسبة للتثاؤب نعم التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن فعلى الأخت أن تدفع التثاؤب قدر المستطاع يعني أن تدفع التثاؤب وأن تضعادها على فمها وأن تدفعه ما استطاعت إلى ذلك سبيل ما استطاعت إلى ذلك سبيل وعليها أيضا يعني عند بعض أهل العلم من قال يعني عليها أن تكثر من الاستعاذة لأنه من الشيطان تكثر من الاستعاذة أما مسألة الرقية الشرعية فلا أعلم دليلا للرقية الشرعية لكثرة التثاؤب أن بعض الناس تصور أن كثرة التثاؤب يعني إن تثاؤب كثرا فهذا محسود وبالتالي فعليه أن يرقى نفسه ولا أعلم دليلا من السنة الصحيحة على ذلك لكن أعلم أن التثاؤب من الشيطان فعلى الأخت أن تكثر من الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أعتصم بالله وأمتنع به وأحتمي به وألجأ إليه وأتوكل عليه وأعتصم به وأفوض إليه فالاستعاذ معناها عظيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعذنا وإياكم من الشيطان الرجيم وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم